يقول المخرج الألماني فرنر هيرزوغ ما الحضارة إلا طبقة رقيقة من الجليد تغطي محيطاً عميقاً من الفوضى والظلام يقول ذلك وهو الباحث القادر على الغوص في شتى المواضيع الإنسانية الشائكة التي تضع مفهوماً عن الحياة على المحك فيلمنا لهذا الشهر يلامسها شاشة الوجود كريح تحرك حقلاً من الأعشاب الندية لتعرف المزيد ابقوا معنا مستنداً إلى قصة حقيقية بقيت لغزاً حتى يومنا هذا يقدم لنا المخرج الألماني الكبير فرنر هيرزوغ فيلماً فريداً عن فتن ظهر عام 1828 في إحدى ساحات مدينة نورنبيرغ الألمانية يحمل رسالة في يده كتبت فيها حقائق صادمة يروي الفيلم قصة كاسبر هاوزر الذي عاش أول 17 عاماً من حياته مقيداً بالسلاسل في قبو صغير يقضي وقته باللعب بدمية خشبية على شكل حصان منعزلاً عن العالم الخارجي بشكل كلي وعن أي اتصال مع البشر باستثناء رجل يقوم بإطعامه ما جعله فاقداً لأبسط مهارات الكلام والحركة ذات يوم يقوم الرجل بإخراج كاسبر من زنزانته يعلمه المشي وبعض العبارات قبل أن يتركه في إحدى ساحات المدينة وبيده رسالة موجهة لقائد سرية الفرسان الرابعة توضح الرسالة أنه قد تم سجن الفتاة طوال حياته وأن الرجل الذي يرعاه لا يستطيع إبقاءه عنده بسبب فقره الشديد وأن للقائد حرية الاختيار إما أن يضمه لصفوف الجيش أو يشنقه تثير قصة الشاب الاستغراب والحيرة في نفوس الأهالي الذين يحاولون فهم تاريخ الشاب ووضعه العقلي يتم بعدها عرضه في السرك كأحدى العجائب التي تجذب الجمهور قبل أن ينقذه سيد النبيل يراه هناك فيقوم بتبنيه ورعايته ويحاول بصبر تغييره وجعله أكثر تحضرا وسرعان ما يتعلم كاسبر القراءة والكتابة ويتمكن من تطوير مناهج غير تقليدية في فهم المنطق والدين والموسيقى ما يجذب انتباه الأكاديميين ورجال الدين والنبلاء وفي أحد الأيام يتعرض كاسبر لهجوم جسدي من قبل نفس الرجل المجهول الذي أحضره إلى نورنبرغ وما أن يتعافى من الإصابة الأولى حتى يتعرض للطعن في صدره مرة ثانية تحمل قصة كاسبر هاوزر الكثير من الألغاز الغريبة حقائق وتفاصيل قد يطلع عليها المهتم عبر قراءة كتب التاريخ إلا أن مسترع انتباه هيردزوغ هو قدرة القصة على طرح تساؤلات حول لغز أكبر وأعم يتعلق بالطبيعة البشرية والحالة الوجودية للإنسان فقام هيردزوغ بكتابة وإخراج الفيلم مستندا جزئيا إلى مواد أرشيفية منها السيرة الذاتية التي كتبها كاسبر بنفسه يقدم هيردزوغ سرد الفيلم على مستويين الأول يتعلق بطريقة تعامل الناس العاديين مع حالة كاسبر الذهنية والإدراكية والأسباب الكامنة وراء سجنه وظهوره والمستوى الثاني يتعلق بكاسبر نفسه فهو أقرب إلى جوهر الإنسان الذي يستكشف الكون كمن خرج للتوي من رحم أمه محاولا استيعاب وجوده والكمة الهائلة من المعلومات التي عليه فهمها لغز كاسبر هاوزر كان وسيلة هيردزوغ لطرح سؤال عن معنى الإنسان ووجوده ووسيلة لإظهار التباين بين المعرفة المكتسبة عن طريق التجربة والاستكشاف وتحفيز الأفكار والمعرفة عن طريق التلقين والقوالب الجاهزة النقاشات والحوارات في الفيلم تظهر مدى براءة وبداية التفكير لدى الشاب الذي يحمل عقل طفل وما ينتج عنها من مواقف طريفة تضعنا كمشاهدين أمام تساؤل عن نظرتنا للعالم من حولنا وطريقة تعلمنا ومدى تسليمنا بالأشياء هيردزوغ مخرج عبقري يعلم تماما كيف يستخدم العناصر المختلفة في الفيلم من ممثلين وصور شعرية ورؤية فنية لخلق لغة تمكنه من استكشاف ما وراء الفعل الإنساني بطرق تحفز خيالنا وفكرنا وعواطفنا الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال متغير عند هيردزوغ فهو لا يهتم بالدقة التاريخية والمنطقية للأمور بقدر ما يهتم بتحريك المياه الراكدة في أفكارنا عبر مجازات بصرية يصور لنا هيردزوغ الحالة النفسية لكاسبر مثل لقطة العصفور المحبوس في القفص ومشهد شرح معنى كلمة فارغ له يفتقر كاسبر لأبسط أنواع المعرفة المكتسبة من التفاعل الإنساني فيعيش حالة من الحبس الحسي الذي يعزله عما حوله يحاول أهل المدينة مساعدته ليصل إلى التحضر بمفهومه الشائع فيبدأ كاسبر باكتساب المعرفة والمعلومات من شط المصادر التي يوفرها له الرجل الذي يرعاه وخلال فترة قصيرة يطور طريقة تفكيره الخاصة التي تجعله قادرا على فهم معاني الأشياء والحديث والتعبير عن أحاسيسه وتساؤلاته قصص هيردزوغ مليئة بالشخصيات ذات الطبيعة الغريبة أو التي تعيش ضمن ظروف متطرفة أو مشوهة وعبر كاميرته ورمزياته يصور تجربة شخصياته الفريدة التي تمر بمواقف متطرفة تختبر إنسانيتهم تلك الشخصيات تثير اهتمامه على أرض الواقع أيضا حيث يعمل مع ممثلين يعتبر التعامل معهم تحديا من نوع خاص تتحدث قصة كاسبر هاوزر عن شاب في السابعة عشر من عمره إلا أن هيردزوغ أوكلت دور للممثل برونو أس الذي كان عمره أنذاك أربعين عاما لا يعتمد هيردزوغ على التمثيل بالمعنى التقليدي بل يسعى لإيجاد ممثل يجسد روح الشخصية بكثافة مقنعة ليجد ضلته في برونو أس الذي قضى مجمل سنوات صباه في مستشفى للأمراض العقلية وخلال تلك الفترة كان برونو لا يخالط الناس صامتا بالكاد يتكلم شخصية برونو تحاكي بشكل كبير شخصية كاسبر الغامضة ما جعله يؤدي الدور بشكل فريد لا نظير له ولا يمكن أن ننسى تعاون هيردزوغ مع الممثل الألماني كلاوس كينسكي الذي يعتبر التعامل معه تحديا بكل ما في الكلمة من معنى هيردزوغ تمكن من استغلال طبيعة كينسكي الفريدة لصناعة خمسة أفلام رائعة يعد فيلم لغز كاسبر هاوزر أحد أهم أفلام حركة السينما الألمانية الجديدة والتي ترمز إلى بلد وعقد وجيل وترمز حتى إلى حالة مزاجية لتأمل ذاتي اكتئابي تم إطلاق المصطلح على مجموعة من الأفلام التي تم إنتاجها في ألمانيا الغربية خلال ستينات وسبعينات وأوائل ثمانينات القرن الماضي على الرغم من اختلاف أفلام الموجة وتنوع مواضيعها وعدم وجود إطار شكلي يحددها إلا أن لها سمات مشتركة توحدها أولها أن جميع مخرجي الموجة ولدوا في وقت قريب من الحرب العالمية الثانية وترارعوا في ألمانيا المقسمة لذلك يمكن وصفهم بأنهم جيل واحد ثانيا ظهور أساليب إنتاج جديدة فتحت مجالا أكبر للتجريب بالإضافة إلى أنماط العرض الجديدة منها شبكات التلفزيون التي كانت تتبنى نظام تمويل سينمائي خاص بها ما ساعد في تخفيف عبء توزيع الأفلام وأخيرا بداية معرفة باسم سينما المؤلف التي كان لها أثرا كبيرا على تطور تلك الموجة بدأ الوعي بالسينما الألمانية الجديدة ينمو في بريطانيا والولايات المتحدة في منتصف السبعينيات من خلال تقارير المجلات والتلفزيون المختلفة هذا الاعتراف بالمرحلة الجديدة من تاريخ السينما الألمانية تم ترسيخه من خلال مساع عدد من المخرجين الشباب الموهوبين والمتفانين الذين أصبحوا فيما بعد من كبار السينمائيين في العالم كاسبر الذي لم يحلم قط خلال سنوات السجنه أصبحت أحلامه رؤى أن تجسد حالته الذهنية والفكرية والتي قام هيردزوغ بتصويرها بصور ضبابية جميلة أحد أعمق المشاهد وأكثرها غموضا في الفيلم هو الرؤية أو القصة التي يرويها كاسبر على فراش الموت يروي كاسبر رؤيته عن رحالة من قبائل البربر يهمون في الصحراء بغير هدى تتوقف قافلتهم ظنا منهم أنهم أضاعوا الطريق إلا أن رجلا أعمى من المجموعة يقول لهم أن الكثبان التي أمامهم ليست حقيقية وأن عليهم السير شمالا وهذا ما يفعلونه ليجدوا بر الأمان هناك تلك كانت بداية القصة التي لا يعلم كاسبر نهايتها وجد هيردزوغ في الرؤية كشفا شاعريا عن الوجود البشري تأتي من كائن بدائي تقريبا بلا ثقافة أو لغة أو حضارة يمثل البراءة في أنقى معانيها استطاع كاسبر بقصة بسيطة التعبير عن الحالة الإنسانية برومانسية ورمزية بالغة العذوبة أتمنى أن يكون ما قدمناه اليوم قد نال إعجابكم على أمل اللقاء بكم الشهر القادم سلام